ما هو دور مراقب المباراة الأسيوي صلاحياتها في اعتماد أو تغيير ملعب المباراة في دور النخبة تحديدا؟ يعني وش الشروط؟ نعم بخصوص دور مراقب المباراة طبعا التعليمات النظمة للمسابقة الأسيوية منحت مراقب مباراة الصلاحيات الكاملة للكشف عن ملعب المباراة وتأكد من استفائه للمعايير المنصوصة عليها في النظمة والتعليمات وفي حال وجود أي نواقص يقوم المراقب بإبلاغ النادي المستضيف بدورة معالجتها بالسرعة الممكنة وفي حال عدم الاستجابة يتم رفع الموضوع للجهات المختصة في الاتحاد الأسيوي لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الإطار جميل طب هل يرفع المراقب المباراة يرفع توصيات للجنة معينة في الاتحاد الأسيوي هي من تتخذ القرار أو بناء على طلب النادي يقرر اتحاد القارة اعتماد أو تغيير هذا الملعب أعتقد أنه ينبغي أن نفرق بين صلاحية مراقب المباراة وأحقية كل نادي في اختيار ملعبه البيتي طبعا مهمة المراقب مثل ما ذكرنا تبدأ عند وصوله للبلد المستضيف يعني قبيل أيام قليلة من موعد المباراة ودوره كما سلفت يعني يتمثل في معينة الملعب والتأكد من استفاعه للشروط ورفع تقرير الإدارة المختصة في الاتحاد الأسيوي بهذا الخصوص أما بشأن النادي المستضيف فهو الذي يختار ملعبه البيتي قبل فترة كافية من موعد المباراة ولا يمكن تغيير الملعب إلا في حالات استثنائية تقتنع بها إدارة المسابقات القرية وهو ما حصل في حالة مباراة الأهلية وبريس فوليس جميل شكرا على هذه التوضيحات التوضيحات المباشرة زميلنا نضال بحران الإعلامي هو الآن المتحدث الرسمي لاتحاد الأسيوي لكرة القدم أشكرك شكرا جزيلا